موسيقى خليني بس عاوز اوضح نقطة مهمة جدا انا لاحظت انه في زي فريقين عبر الفيسبوك الفريق الاول اللي بيحاول بكل الوسائل انه طبعا يتهجم على المسيحيين بالفيسبوك وكذلك المسيحيين اللي بيردوا على بعض عم بيتهجموا على المسلمين فعندي رجاء خاص لما بتعملوا اي ردود احد برد على الشخص الثاني اولا اعطي ردك محدد على السؤال نفسه مش مجرد انك بس تلقي كلمات هي صارت زي مقولة مثلا بتعيدها وبتكررها وانا بتأكد مش بس في الفيسبوك تبعنا ومش بس في البرنامج ليك كل نور اكيد بتحطها على كل البرامج وكأنه في حططان عبارة انت يعني كأنك عم تفحم اي عبارة بتحكيها عشان ما تضوع وقتك حط السند الدليل الكتابة واذا عندك اي دليل ضد مثلا اقول المسيحية حط الدليل ليه لكن مجرد رمي الكلمات بشكل عشوائي هذا لا يفيد نفس الشيء عاوز اكلم المسيحين اللي برده على احباء المسلمين ما يكون مثل واحد من المسلمين قال هل هيكا هل هكذا المسيح برد بهذه الطريقة طبعا لا المسيح كان وديع وكان متواضع القلب هو الذي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب والمسيح كان عنده الحجج القوية حياته كانت شهادة وكلماته كانت قوية جدا والشيء اللي بميز المسيحية هي الحجة مبنية على الدليل والبرهان وليس مجرد رمي الكلمات بشكل عشوائي فاقول للمسيحي عندما ترد على المسلم وانت مثلا دارس التاريخ الاسلامي او القرآن لما بتعطي رد اعطيه الدليل يعني قول هكذا موجود كذا وكذا في الصفحة كذا في طبعا يعني يكون ردك رد كتابي وكذلك المسلم ما يرمي مجرد كلمات عشوائية وبتتكرر على فكرة أربع خمس جمل صرنا حافظينها عن هوية يسوع المسيح يعني أولا هل تعرف كيف المسيحي بفكر ولا مسيح في الدنيا أولا بيقفر في الله فالمسيح نفسه علم عن الوحدانية برا لكن انت عشان تدرس كتابك هو عن مين بيتكلم عن مين بيحكي عن جد أنا مش رح أجاوبك بس انت ابحث وشوف المراجع وافحص عن مين بيتكلم كل عمر المسيحي تسمى ديانة الوحدانية شيء تاني مش مجرد انك ترمي كلمات مثلا تقول فلان أعظم وفلان أحسن وأشرف وكذا الدليل الحياة فاحنا منقول المسيح صالح للأسباب التالية واحد اثنين ثلاثة عشرة حياته شهادته أعماله كلماته أقواله يعني ما أجاهش بس بمجرد كلمات رماها لا كان كلمات واضحة قوية جدا فأنا عاوز أتكلم للطرفين لما ترد خلي ردك يكون واضح مقنع طبعا يعني أخوي المسلم مثل ما بقولك كتابك وإن كنت في شك مما أنزلناه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ثم مكتوب أيضا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فلا ترمي كلمات عشوائية ولا سيما شوف صفات المسيح في كتابك وكيف يتكلم عنه فرح تحترم شوي يعني رح يكون عندك احترام قبل ما ترمي الكلمات وأقول للمسيح من فضلك ما تهاجم لأن هذا ليس أسلوب المسيح أقصد دافع ولكن بحجج قوية بقناعات بإسنادات تكون فعلا مستند عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر